هو مصطلح ثورة تشريعية كنت قلته في أكتوبر 2022 في حوار معنا وات وقت يسيلوني على شو تحب ترشح المجلس النواب وأنا مترشح وقتها في أثناء الانتخابات ما تذكرش وقت هالمصطلح هذا متداول أعلمياً مولارتي كل طو موجود ولكن أنا ما أقول كنقول ثورة تشريعية تشريعية تونسية في معظمها الدولة التونسية مرت بداية مرحلة متاحة كان صحيح تأسيس كبير برشة قوانين في ستينات سبعينات وحبسة غادي ما بعدها لم يتم التطوير تشريعات هذه واللي اجتهدوا فيها مهم في وقته لكنها لم تعد تصلح لليوم كنحكو على ثورة تشريعية بمعنى تغيير المجلات هذه والقوانين هذه التي فعلا كما قال رئيس الجمهورية يعفى عنها الزمن واليوم ولت حاجز أمام تطور الاقتصاد أمام المواطنين أمام حتى الوثاق مليداري ما تنجمش تطور الاقتصاد بالتشريعات البالية لكن ثورة تشريعية من يقوموا بها تقولي مواجه لمجلس النواط مش صحيح يعني وانك أنا بتصحيح هاني تقدمت بمقترحات قوانين وهو مجلس النواط متقدم بحوالي أربعين لكن احنا أفراد الوزير تحته إدارة عمل التشريع يسمى إدارة عمل التشريع في 300 نجم كله النهار يخرج قانون أنا كنجد تهد في شخصي ونبقى صباحه ليل نجم في الشهر يخرج قانون يعني المكينة الحكومية وهذه في أدبيات العلوم السياسية رأى دائما السلطة التنفيذية هي اللي عندها الإمكانيات الأكبر في المستوى التشريع صحيحة احنا مبادرة تشريعية ونجم مبادرة وسمى المبادرة الثانية اللي هي رئيسة الجمهورية معنى أضم الزوز في دستور جهات مبادرة ولكن الحكومة راهية اللي عندها سطاف ونقول لك على التعطيلات شكونا يعطل فيها مجالة أملك الدولوي هاو مهم مجالة أملك الدولة اليوم الناس كل تكلم فيها على مجالة أملك الدول الناس اللي أسست شركات أهلية ولي أنا نتمنى المشروع هذا وأسست أول شركة اليوم حبس اليوم الناس رمشيت وأسست شركات أهلية وتحب ترجع للأراضي هذيك اللي هي في الأصل لجدودهم ويكتريها ببعض المستعمرين اللي يسمر واحد مستثمري ومعندما حتى علاقة بالاستثمار ومشيت وشفت واحد قتل ألف زيتونة واحد كذا وشفت غرقب وعجاب شفت في سريانة واحد قس زيتون كريم وعرة كريم الدول قس متين زيتون قسهم أصلا ويعمل فين فح الناس هذي ما عندها حتى علاقة بالفلاح أعطي الأرض للفلاح هم تكونوا لك في شركات أهلية ما المانع مجلة أملك الدولة تم المصادقة عليها في مجلس ويزاري 14 ديسمبر 2013 يعني أكثر من 10 أشهر قريب نصل لعا وين هي مجلة أملك الدولة مصلتش البرلمين مصلتش لليوم لليوم ساعات الناس والفلاح يقول لك أنتم معطلين أحنا مصلتناش بشنا عطله غيرها من المجلة مجلة المياهوي غيرها من المجلات والقوانين الطاقة أيضا كيف كيف كل هرانا نجيروا فيها بقوانين من السبعينات من الستينات وهذا ما نجمش يكون ممكن اليوم الحكومة هي التي يجب أن تشتغل هي اللي عندها البصدوني واللي أنا ما عنديش معنا ما نجموش نساوي في كلمة ثورة شريعية بين النائب والحكومة مش تحيا عنيش نفس المكانيات عند البصدوني عند الستافت تكنيك وعند البرسونيل أنا أضم كل ما عنديش بالتالي وقت لي جيبنا مثلا الحكومة مشروع قانون تعمل جلالة أملك الدولة ونعطلوه لهنا يتوجه المجلس النواب أين أنتم من الثورة التشريعية لكن مقترحات القوانين يقدمون النواب أكثر من مشاريع القانونين بتاع الحكومة اللي هنا في معظمها قروز واتفاقية قروز وكان هذا يسؤلي لك بلال المشري ربما اللي بش نجم تفهموا الحكومة ثورة تشريعية قد يكون مش مطابق لمفهومكم منتومة للثورة التشريعية مثلا أنت تحكي لعمل جلة أملاك الدولة ربما مجلة المياه ربما القانون الأساسي لمحكمة الدستورية ولكن ربما يتلقى القوانين الأخرى اللي قاعدة تشتغل عليها الحكومة في مسائل قد تظهر لكم منتومة مش أولوية وقد يظهر العكس بالنسبة للحكومة ربما مبادرة تشتغل عليها منتومة مش أولوية اليوم يعني هنا حتى في إطار التنسيق بينكم وبين الحكومة شوف مثلا أنا نعطيك أمثلة معينة ونحكم الشعب بيننا احنا قلنا لو زارت الفلاحة راي مجلة المياه أولوية وراه النس عطاشة وراه المياه متاعنا 22% تمشي في شبكة صناد صار اجتماع ذالي مؤخرا سمح صار عاديد لشي معاعة عاديد لشي معاعة مع الإدارة العامة مع الوزير مش معقول حوالي 40% بين الصناد وبين المياه متاع الفلاحة راي ميزانية اللي جايب هالي غالطة راي نور مال مون نعملو فاللي كانو الضعي قبل ما نعملو تحليل بحر ولا غير وا 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 وقلنا أنه زادة مجلة الغابات أولوية وقلنا وأنه عاديد القوانين البالي الأعلاف أولوية اليوم ديوان الأعلاف ولا يعمل في دور عكسي أصلا يغلي في الأعلاف والمسائل هذي شنوه جابت وزارة الفلاحة قانون مشروع القانون الوحيد شكون يتذكره الوحيد لجابته إذا هذا أهم منه أهم اللي نحكي فيه على الدنيا السلام جابت مشروع قانون لحماية التجارة الدولية بالحيوانات المهدبة بالانقراء من اللي أولويات هذي كل جابت هذ فيه الفكرون وندرا شنو وكذا معنى الحقيقة لا علاقة لها بالشعب ولا علاقة لها بالفلاحين اللي تعاني اللي تستنى في تسعير للأعلاف اليوم رانا في أزمة متاع الهم في الأعلاف اليوم في أزمة بأن تحليب ستخلق قريبا وسيفقدوا في السوق بسبب العلاف اليوم رانا في غلاء مرتفع للجيج وهذا اللي يهم المواطر بسبب العلاف وفعلا رأي لوبيات معاينة تتحكم بقتال العلاف أين وزارة التجارة من هذا أين وزارة تعاني جيني في قانون مالية هذا الحالي وتحط لي خمسة مليون دينار لتمويل الفلاحة لشراء اراخي سامحني الوش يشرو فيه مم خاسري هو تكلف له اترت الحليب ب الفين ملي ويبيع فيها ب 13 مئة كيف يشعبه يشري هو مش مشكلته فيه انه يشري الساعة هو قاعد يبيع ومعظمها مشيت للبطوار والغيرها طبعا وقت يتفرض عليه يبيع بالاخسارة ب 700 مليون في اللتر بشبيع الحلول مش هذي الحلول انك تزيده في الحليب في سعر الحليب للمنتج واتنقص له في العلاف وهذا ما يطرحوا فيه عنا برشة ولا الحكومة لا تلتفتوا الى ذلك نقطة اخيرة نرجع لها مساج